صلف الحوثيين بحسب مراصد يقول بأن الميليشيات ارتكبت قرابة 150 خرقا في عقل مدنيين بعد تسعة أيام من حصار الحوثيين لها وقصفها بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون والطائرة المسيرة والسلاح الخفيف والثقيل وفي إحصائية تقول بأن الحوثيين قتلوا 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال داخل القرية نتيجة القصف العشوائي الذي طال القرية فضلا عن سبعة جرحى آخرين من النساء والأطفال الذين لم يجدوا بدا من النزوح بعد إطباق الحوثيين الحصار على القرية طيلة تسعة أيام ماضية ورفض الميليشيات لكافة الوساطات الرامية لإنهاء القتال والسماح بخروج النساء والأطفال هذا وتقول مصادر بأن الحوثيين اشتاحوا بشكل مؤقت قرية خبزة وفجروا عددا من المنازل وهجروا ساكنيها وهو ما ألهب حمية القبائل وأبناء خبزة في تصدي لحملة الميليشيات العسكرية الواسعة عمليا تم اعتبار حرب الحوثيين على منطقة خبزة في قريشية ردع عبارة عن حرب قبلية ولم يتم تحريك أي ساكن من الأمم المتحدة التي لم يهمها الموضوع من أساسه رغم ادعاءات الإنسانية والحديث المطول عن انتصارات الهدنة الإنسانية في الحفاظ على أرواح اليمنيين ومن جانب الآخر وضعت منطقة خبزة مجلس القيادة الرئاسي المشكل قبل أشهر في موضع محرج بعدما تم الصمت تماما عن صلاف الحوثيين في ظل عجز عن تقديم الدعم العسكري أو المناصرة السياسية واكتفاء المجلس بما أسماه تدخل العاجل لإغاثة سكان القرية المحاصرة والمنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ومن واقع التجارب خلال سنوات الحرب يرى محللون بأن هناك خذلانا مستمرا للقبائل اليمنية التي تتصدر مشهد الدفاع عن أرضها وعرضها في حين يرى عسكريون بأن الانتصار على الحوثيين يجب أن يرتكز على القبيلة لخلخلة صفوف الميليشيات والقضاء عليهم